السلام عليكم وصبحكم الله بالخير شلونكم عساكم طيبين من باب انه لما اقول لكم اذا حسيتوا بشعور فجأة شذي طر على بالكم انسان عزيز وما في اعز اندي ولها لولبقية انما مثل ما عندكم اعيال واحد منهم يكون مميز نفس الشيء من الاخوان والاخوات يكون عندكم واحد مميز وانا من بين اخواني العشرة عندي توأم روحي اختي سناء اللي اسقر مني بخمس سنين مع ان سبحان الله يعني مو الاطباع بس مو الفين حيل مع بعض يعني اطباعنا مو ماتشنج مع بعض انما نعجلنا مع بعض تربيتنا في بيت واحد التصاقي فيها والتصاقها فيني كوني نانسك تقبلها فطلعتها كلها معاي تاريخنا واحد اسراري عندها هي اكثر انسانة فيها الدنيا كاتمة اسرار عندها تحط السر اطمئن تماما انما يطلع ولا تعطيك اي هنك انها انها عندها السالفة وتدري عنها فهي فعلا كاتمة اسراري وهي حبيبتي وهي صديقتي هي اختي هي حبي الاول والثاني والثالث والعاشر والالف الحمد لله ليه اليوم احنا مع بعض الحمد لله زاد الحب مانيقص بالعكس الحب اليوم في نطج اكثر في فهم اكثر في اخذ الاعذار لبعض هي سندي المعنوي والعاطفي والحتى المالي في احيان كثيرة يعني تسندني ماليا سنة انا اليوم اقول لك عبر الاثير واحب اوثق هالشيء هذا وهذا معيب انتي اختي اقول احبك والله يخليك لي ان شاء الله طول العمر بالمناسبة انا لما درست في القاهرة كنت حسب اني رح اتم هناك مدة طويلة يعني فعشان اعمالي اللي هني في الكويت واشياء واوراق الخاصة وتجديد وهالسوالف سويت لها وكال عامة انا اذكر حتى القاضي قال لي فكري مرتين وثلاث انتي بتعطينا توكيل عام يعني تبيعه وتشتري فيه شكيلت كمل لاني انا عارفة شنو سناء وعارفة حب سناء واخلاصها الدائم للا متناهي يعني فسلمتها رقبتي وهذا دليل كافي شنو سناء تعليلي في امان الله اشتركوا في القناة